ان شاء الله انا امركز دلوقتي في هوليوود وان شاء الله لما هعمل مشاريع تانية انا اجيب ناس اكتر لان الناس اللي جبتها زي احمد حافظ المنطير الرائع هشام نازيه موسيقار الرائع علي حسام موريب عدل كانوا مسؤولين على الجزء المصري في الدكور وفي الملابس رئيس مارفل يوم العرض الخاص كلمني مخصوص وقال لي الناس دي كلها ممتازة وان عايز اشتغل معهم تاني لدرجة ان فيه مخرج جديد لفيلم جديد بتعمل اسمه بلايد في المارفل الفيلم كبير جدا جدا المخرج بيكلمني مخصوص يقول لي محمد علشان انت جبت الناس بتاعتك ونجحوا مع مارفل بقوا موفقين ان انا اجيب الناس بتاعتك اه فانت عملت خطوة بتتقلد بتتقلد دلوقتي انه ايه ده احنا ممكن ان خاطر طب هل محمد بعد الحمد لله ان نجح له وعمله النهاردة لو اي حد جاب له فيلم مصري يعمله ولا يحط شروط وطلبات معينة عشان مستويات برضو خلاص اسمه عالمي انا يهمني انه يكون فيلم حلو ممكن يكون فيلم بمئة الف جنيه مش فارقة مش فارقة بس يكون فيلم صادق يعني صارة دلوقتي دلوقتي بتكتب اول فيلم ليه فيلم بسيط جدا 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 لا ده لو فيلم فيه شبه وفيلم مشاعر اللي في الفيلم ده وعن بنت صغيرة كده فيلم بسيط خالص اعمله ومش هيتكلف حاجة لانه فيلم انا مصدق اللي هو فيه هقولك خطتي في الحياة دلوقتي ان انا احاول ان انا استمر ان انا اعمل كذا حاجة في هوليوود بعدها وثم ارجع اعمل حاجة في مصر طول الوقت فيه مخرج مكسيكاني اسمه الفونسو كيرون بيعمل فيلم كبير جدا زي جرافتي في امريكا وبعدين يرجع اعمل فيلم صغير اسمه روما في المكسيك فده اميتي عشان تبقى يعني رابط نفسك بهنا من انتش مهاجر من اعتبركش مهاجر الى الولايات المتحدة انا عايز اقولك حاجة هي مش بس اجد عنا مني انا عمري ما احبر بصدق عن قصة زي القصص المصري انا مصري ودي بلدي ودي اهلي ودي ثقافتي الحياة عندك بقى في امريكا بقت عاملة زي بعد المسلسل ده يعني انت كنت الاول في ميشيغان اه روحت لوسانجلوس بقى دلوقتي الدنيا تحسنت الدنيا تحسنت بس شغلانتنا عاملة زي علي مظهر ببعنا فاكرة 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 انت شغلانتنا في الحياة اه يوم انا مش عامل مش مكاوم فلوس انا بعيش حياتي وزي ما انت قلت زي ما وردتكم ان انا حياتي كلها فيها مخاطرات وحاجات زي كده طيب دلوقتي فيه جواز مترشوحة الامي منهم جايزة شام نزيف طبعا استقبلتها زي ومتوقع ان هو ان شاء الله ياخدها انا متوقع ان ااخدها هشام انا كلمت وقبل اقولت له انت هتترشح لان المزيكة اللي عملها مميزة جدا جدا يعني باين انها مميزة احنا السنة دي كان فيه ثلاث مسلسلات مارفل المسلسل اكتر مسلسل الترشح لاميز هو احنا ثمان جواز الحمدلله هشام ترشح لجايزة وعايز اقولك كنا طمعنين في ثلاثة اربع جواز كمان على الاقل بس تمام الحمدلله حلو اوي خطوة اولى وهشام عامل شغل ممتاز برا هشام هنرجع للمرة تانية انت كنت تتكلم في الحياة دلوقتي تحتك انت دلوقتي ما عندكش سيفينج خالص ما فكرتش تتعلم من اللي قبل كده من متشجن والدنيا ساقعة والفلوس والبانيك افاقك بص انا دايما بتكلم ان امراتي في القصة دي انا شخصيا لازم ابقى قاعد مرتاح طب ارتاح بس بط يعني مش ترتاح قامي انا انا فكره لا عندي عربية غالية ولا عندي بيت غالي يعني انا اصلا شخصيتي ما هياش ال بس انا في حياتي زي ما حكيتلك عملت اختيارات ما تخلينيش تخليني مرتاح فنيا يعني بقى عن فيلم كل خمس سنين طب ما ده طبعا مش يخليني غني لا طبعا بس اخليني مرتاح يعني الارتاح